امام عشور امام عشور ظهر امبارح بنيو لك وقص شعره وشكله بقى امام عشور بتاع زمان اول ما طلع وكلام من ده ايه الصورة هي تمام وبدأ الناس راجل راح من لايه هقولك بالبلد يعني راح عند الحلاق بتاعه فقال له بقولك ايه ما تيجي نغير شكل شعرك فالراجل قال له اه بتعالى نرجع بقى ايه للشكل القديم ده وحشني مثلا يعني فتلاقيت بقى الناس ايه لازم اجود يعني بس وضحت عملته شعري الصبح حلقته فهو ده اكيد حد في القناة قال له انت شعرك اسود احنا كنا عايزون اصفر يا عم انا مزاجي انا عملته كده مش حكاية فقال لك ده الاهلي مسك امام عشور وقال له ايه اللي انت عامله في شعرك ده ما انفعش الكلام ده وشعرك ده اللي مبوز ادائك وهو اللي خلاك تتراجع عن مستواك فيش كلام ده حصل اصلي لما سألنا في النادي الاهلي هل الكابتن محمد رمضان طالب امام عشور انه يقص شعره عفاقه الكلام ده كان ينفع يحصل في التمينات والتسعينات كان بيعملوا كده مدراء الكورة والمدربين قص شعرك غير لون شعر كان الكلام ده بيحصل دلوقتي مع التطور اللي في الحياة ده ما بقاش حد بيقف على الحاجات دي ما بقاش حد بيقف على الحاجات دي واكيد مش شعره هو اللي مقل المستوى بالمناسبة بيقل المستوى في حاجة انا واخدها على المنتمين للنادي الاهلي اكتر من المتنفسين هو ايه حكاية ان كل شوية حد يطالع بيدافع على امام عشور بس امام عشور عايزين يرجع لمستوى بس امام عشور عايزين يتحسن بس امام عشور عايزين يرجع زي زمان ده مسؤولين من ناس في النادي الاهلي لا ده غلط بالمناسبة انا لو ما كان امام عشور هتحط تحت ضغط امام عشور مش مفروط تحت ضغط ليه هو لعب مبرأة واتنين مش كويسين بس الموسم اللي فات كان عامل موسم ممتاز جدا فجأة امام عشور بقى وحش لعب مطش وحش لعب مطشين وحشين فيه افواره برضه في حكاية امام عشور والافواره دي جاية منين منه مثلا المنافس هيجي يقول للجمهور الاهلي ايه الحقيقة دي امام عشور ههو ما اعمل لكم مش حاجة امام عشور دي مش حلو فتلاقي الجمهور نفسه بتاع الاهلي يسخن على امام عشور فتلاقي اصلا المسؤولي في الاهلي يسخنوا على امام عشور وككورة يعني انا بتعامل بكها بدلوقتك مع بنا يادم لاعب للاقي علاقة باهلي ولا زمالك هو بتضغط على الفاضي فيه ضغط على امام عشور بدون داعي بصراحة او فيه مبالغة فيه مبالغة على امام عشور تحديدة عشان لو بنتكلم على السوبة الافريقية فكل عيبة النادي الاقلي ما كنوش جايدين في المبارة دي مش امام عشور بس كله دي حكاية